موسيقى الان يقول وكان قد دخل الى مصر انسان اعجمي يعرف بالامير العالم لاحظ ايضا اعجمي الخليفة اعجمي النائب اعجمي الخادم اعجمي يقول والعالم اعجمي وكان قد دخل الى مصر انسان اعجمي يعرف بالامير العالم وكأننا الان نعيش في تلك الايام وكأن تلك الايام هي حاضرة هنا الان لا يوجد خير ومما يؤسف له لا يوجد خير في غير الاعجمي حتى الان الدولة الاعجمية والقيادة الاعجمية والسلطة الاعجمية والسيادة الاعجمية والقوة الأعجمية وللأعاجم عندما نقول نقصد هنا لغير العرب لا يوجد في العرب من فيه الخير والهمة والصلاح والرجولة والقدرة والعمل والاهتمام فهذا يرمي نفسه على هذه الجهة ويستعين بهذه الجهة والآخر يتمي إلى الجهة الأخرى وهكذا هذا نفس الحال الذي مر به العرب في تلك الفترة أيضا يمر العرب في هذه الفترة معناه ونفس التوجه والأسلوب وهذا شيء مؤسف إذن الكلام هنا ليس في الجانب القومي ولكن نقول ألا يوجد مسلم غير أعجمي يصلح للقيادة للرئاسة للأمر للخدمة ألا يوجد شجاع بينهم ألا يوجد عالم بينهم ألا يوجد حكيم بينهم يوجد أمير يوجد ملك يوجد شجاع يوجد جسور يوجد حكيم يوجد عالم أعجمي فارسي تركي كردي غربي أوربي أمريكي أفغاني هندي صيني في السابق وفي هذا الزمان يلتج إليه يلتج إليه أهل الإسلام وأصل الإسلام وقلب الإسلام في بلاد العرب ومع كل ما نحن فيه نحن العرب مع كل ما فيه من مئسات ومن واقع مرير نجد أنه من الإفلاس ومن اليأس ومن الضعف والهوان أننا نحاول أن نأتي بأمجاد تاريخية أما غير حقيقة أصلاً ولا واقعية لها وأما تكون مبالغة فيها وأما أنها لا تدخل في سلوكنا وفي منهجنا ولم تكن للاقتداء بها مجرد عبارة عن كلام وشعارات ليس أكثر من هذا واقع الحال يناقض ذاك واقع الحال يخالف ما يقال وما يستحضر من شواهد ومواقف تاريخية حتى يعني الشيء المؤسف هنا من الغريب جداً التفت جيداً من الغريب جداً أن من يتمسك بالقومية نحن قلنا الإسلام أولاً لكن الانتماء للقومية كما ينتمي الغير لقوميته أيضاً العرب أيضاً عندهم قومية فيتمسك العرب بقوميته كما ذاك ينتمسك بمنطقته وببلده وبأسرته وعائلته وعشيرته ويذكر العنوال والانتساب إلى تلك الجهات أيضاً هذا العربي له أسرة وعائلة وقبيلة وعشيرة ومكان ومدينة وقومية ودين لاحظ التفت جيداً إلى هذا لكن يعني من فقدان القيم فقدان الموازين فقدان الميزان أنه تجد من يتحدث بالعروبة بعنوان القومية القومية والقومية 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 يتحدث عن القومية وعندما الآن تأتي إلى هذا الإنسان وتحكي مع هذا الإنسان وتطلع على أفكار هذا الإنسان وتجد أنه يدافع عن القومية ويرفع السيف واللسان الناقد كالسيف ضد باقي القوميات وعندما يفتخر بي القادة الأبطال الشجعان الفاتحين المحررين الموحدين للبلاد العربية بماذا يفتخر؟ يفتخر بصلاح الدين وصلاح الدين ليس بي عربي لاحظ كيف يصل الإنسان إلى مرحلة يعني على مستوى أكاديمي على مستوى العلماء على مستوى العارفين على مستوى المحققين على مستوى فضلا عن باقي الناس وسواد الناس أتحدث من يتحدث بالقومية الذي يتمسك بالقومية الذي يرفع شعار القومية إذن لماذا ترفع شعار القومية؟ وتقتدي وتفتخر بقاءة ليس من قوميتك وتنتقد قومية هذا القائد لا أعرف سبحان الله إذن نحتاج إلى مراجعة للنفس وتهذيب الفكر وإعادة القراءة إعادة قراءة التاريخ بإنصاف بحكمة حتى نتعظ مما حصل وتقترب الأفكار والنفوس وتتحد تحت عنوان جامع يرجع إلى ثوابة الإسلام ومبادئ الإنسان والأخلاق إذن ماذا حصل؟ يقول ابن الأثير وكان قد دخل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم رأيته أنا بالموصل إنسان أعجمي التفت جيدا وكان قد دخل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم رأيته أنا بالموصل فلما رأى ما هم فيه من الإحجام وأن أحدا لا يتجاسر أن يخطب للعباسيين قال أنا أبتدأ بالخطبة لهم فلما كان أول جمعة من المحرام سعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله ودعا للمستضيء بأمر الله فلم ينكر أحد ذلك فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا للمستضيء ففعلوا ذلك فلم ينتطح فيها عن زان وكتب بذلك إلى سائر بلاد مصر ففعل لاحظوا لتفجد جيدا هذا هذا الموقف هذا المقطع من الرواية التاريخية يثبت يقينا بأن المجتمع المصري لم يكن مجتمعا شيعيا لاحظ كيف استجاب خطباء خطبة جمعة خطباء يخطبون تغير اسم الخليفة من الخليفة الفاطمي الشيعي إلى خليفة عباسي سني لا يوجد أي رتفعل أمر الخطباء استجاب الخطباء لا يوجد أي معارضة أين التشيع في مصر وبمصر لاحظ كل القرائن تشير إلى ما ذكرته لكم